كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إصلاح المصاري الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة إلى جانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة بهدف زيادة مساهمتها في إجمال النتج المحلي بصورة تدريجية هذا وشملت جولة مدبولي ببني سويف تفقد مجمع مصانع مجموعة العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبرادي موجها بدراسة الحوافز المطلوبة للصناعات المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية ومدى إمكانية رفع نسبة حوافز التصنيع المحلي في تلك الصناعات